موسيقى طبعاً إحنا مبادرة أتشو جرينر من كلية المارض الطبيعية والبيئة في الجعم العاشمية جمعاتنا روح المبادرة وحب الوطن وتطوع هاي المبادرة بتهتم في الأفكار البيئية والنشر والواعي البيئي في البلد موسيقى احنا بيت شو جينرز قمنا بكثير من النشاطات والمشاريع البيئية اللي بتخدم المجتمع والبيئة وكان من أبرزها المشاريع اللي احنا نفذناه وطبقناه هي مشروع زراعة الجدران وفيه كمان مشروع أحضر كوبك معك وطبعاً هذا مشروع لقى اهتمام كثير كبير من الطلاب والدليل انه الفيسبوك شوفنا اقبال عليه كثير كبير وكمان ركزنا على موضوع التدريب والتوعية سواء للطلاب المدارس سواء للطلاب الجامعات قمنا بعمل تدريبات متقدمة في بعض المشاكل جداً بتهم المجتمع الأردني المشاكل البيئية طبعاً ومن أبرزها مثلاً مشكلة عادة تأهيل حوض نهر الزرقاء والمخلفات الصلبة بشكل عام والحمد لله ان كلها تواجهت قبول وكانت جداً مؤثرة حاولنا نأثر أكبر قدر على المجتمع وطبعاً كل الناس اللي قدمنا لهم اعجبوا بانه كيف احنا مبادرة هاي تطوعية طبعاً احنا اغلب مشاريعنا تتمحور في منطقة الزرقاء ولكن انه احنا في لنا تفرعات في بايق المحافظات مثل عمان والبلقاء بزرقاء احنا كتير مركزين عليها بنحاول انه نطلع بحلول للمشاكل بحلول يمكن تطبيقها في أراضي الزرقاء وكان من احدها مشروع غرينوول او زراعة الجدران طبعاً احنا اخترنا هذا المشروع بانه الافتقار الزرقاء للمناطق المسطحة عساس انها تنزرع فاحنا اخترنا يعني حاولا انه نستثمر المناطق العمودية في الزراعة العمودية يعني زراعة عمودية على الجدران مشروع زراعة الجدران زي ما بتعرف هلا احنا فيه اكتظاث سكاني في هاي المناطق مناطق الزرقاء ومنطقة زرقاء ومنطقة عمان فاحنا بنا نستغل المناطق العمودية عشان نزراها بدلا من نستغل المناطق الافتقية لانه فيه اكتظاث في السكان وهذا المشروع بيخدم اكثر من محور اول اشي محور البيئة ومحور الزراعة محور البيئة في اعادة استخدام هذه الزجاجات او العلب اللي بلاستيكية فاحنا هيك نعيد استخدامها والمحور الثاني هلو محور الزراعة احنا طبعا رح نصممها بشكل مرتب عساس انه نزرع فيها ونحطها في هذه يعني نعلقها على الحيطان الجدران وتكون منظر مرتب طبعا هاي رح تكون متكيفة رح تتكيف مع الاجواء اللي هي موجودة فيها تقنيتها سهلة كثير بنجيب هاي العلبة البلاستيكية بنفتحها من النص حسا احنا مجرد ما فتحناها من النص في مجال انه نحط فيها تراب ونحط فيها الشتلة عشان نزراها حسا كيف رح تصير آلية تعليق على الحائط رح ينخذق من الاطراف من الطرفين خزق صغير على اساس انه نفوت فيه الحبل فمجرد ان احنا نفوتنا حبل علقنا اول واحدة حطينا ثانية واحدة ثلاث واحدة حسب طول الجدار ممكن نحط فيه اربعة او خمسة بالطول وبعدين بنثبتهم في طريقة مرتبة بعدين بنزراعهم وبعدين بنعلقهم طبعا هذا المشروع طبقناه في اكتر من المكان في مدارس في هيئات حكومية في هيئات خاصة طبقناه فيها ووجدنا اقبال كثير كبير والكل شجعنا على هذا المشروع لانه فعلا هو فيه لمسة ابداعية كتطبيق وكمنظر طبعا احنا مجرد ما نتخرج من كلية ان شاء الله راح نسجل في نقابة المهندسين الزراعيين فحتى نضمن استمرارية شغلنا وخدمتنا للمجتمع راح نسجل جمعيا ان شاء الله تابعة لنقابة المهندسين الزراعيين ونستمر في شغلنا ولكن ان شاء الله راح يكون على مستوى كثير اكبر وعلى مشاريع تخدم الوطن بشكل كامل ان شاء الله وتكون شاملة والكل يسمع فيها والكل يستفيد منها بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة